مرحبا بكم جميعا أنا سامي كورجي وفي درس اليوم بطير مهم تعرفوا هالطريقة وخاصة يلي بيشتغلوا برودكت فوتوغرافي او تصوير منتجات او لبعض التعديلات اشياء تانية خليني اوضح شوي هون على الفوتوشوب شو بقصدوا اليوم افترضنا انا عندي عم صور برودكت فوتوغرافي او تصوير منتج في عندي علب تاني في عندي العلب الاولى يلي هو افترضنا انا صورت هيدل البوكس والبوكس التاني يلي هي هيدل افترضنا انا لازم تصور بهالشكل فالفرق بيناتهم ان البرسبكتف الوان اتخدت انه هيدا الصورة تصورت بشكل شوية عالي من فوق هون بهالصورة كانت الكاميرا اوطى من هون فما حعود ارجع على مكان التصوير وارجع صور المنتج من جديد فاللي هعمله على الفوتوشوب كتير حيساعدنا خاصة بهالاشياء وبالاشياء تانية هلا هشرحها بعدا خلينا هون نحكي على هيدل البوكس لحتى ما عيد التصوير فينا غير البرسبكتف شو ها اعمل اول شي هيكون تاكدوا ان يكون سمارت اوبجيكت ازا ما انه سمارت اوبجيكت رايي تقلق عليها كونفرد تو سمارت اوبجيكت هلا هو سمارت اوبجيكت اساسا تمام حيكون هون هلا حروح على على البرسبكتف تمام حروح هون وسط على البرسبكتف حيقلي ارسوم بلاين حسب كل واحدة حي ارسم كل بلاين حسب كل وجه منه يعني على كل جهة على كل طرف حي ارسم بلاين الشكل الثاني هارسمها هون وحي القطونا عبعد بس علي انا حدد النقاط متل ما عم بعمل هلا ونفس الشي من فوق هارسم بلاين هيك حي القطوه هون راح حط هايدي هون هون تمام اه هيدا اول لحتى اعملها بها الطريقة ازا بتلاحظوا هون انا على حروح على وحغير النقاط حسب ما بدي هون انا ازا بغير ازا بتلاحظوا كيف عم تتغير الشكل فازا بتطلع على هيدا البلاين اللي الفوق قريب الاله البوكس اللي هون اكيد بدي ازبط شوي هون يكون به هالطرف هايك شكل هون فتعملوها حسب ما انتو بتكون وفيها تكون الباكراوند موجودة ورا بصير بتركبوا عليها بشكل ازبط يعني بتطلع افضل فكل ما عم بحرك انا البرسبكتب عم بتغير معي بالشكل مثل ما عم تشوفوه فبس لا خلص بيقبس انتر او بيقبس هون مثل ما هي بصير انا عندي البوكس قريب للشكل تقريبا ففيكن تعملو اللي بدكن ايا اما الطريقة التانية اللي عم بقلكن اا او استخدامها التانية للبرسبكتب وورب ازا افترضنا مثلا خلينا رجع على الفوتوشوب عندي مصور هالصورة وحبت ان تكون مأخودي من الشارع التاني افترضنا انا انا واقفة هالشارع هون وحبب تكون مثلا اخودي او انا واقف مثلا ملتقض الصورة بنص الشارع هون او هون فين من نفس الطريقة كمان اا غير الصورة بس اهم الشي تكون للافضل تكون convert to smart object هعمل كمان ادت perspective verb هلا هون اللي علي فين اعمل مثلا بلاين كبيرة بس مجرد من جهتين فاول واحدة من هالزاوية او خلينا ااخد هالزاوية لي هون واهم شي بدي خلي البلاين كون على مستوى البناية يعني اذا بتلاحظوا على الخطوط عم بخليهن متل طون الشبابيك فاقرب شي بكتفي لهم هلا ما علا لو كانت فوق بس هينقص مننا شوي مهم نحنا عم بنغير L- 되고 perspective بس دار السريع لحتى نعرف شو هو البرسبكتف نفس الشي كمان هون هخلي تكون قريبة على بعضهم هون مثل مستوى الشارع برجع بغير فوق مثل مستوى السطح فبنزل لحتى تكون برجع بغير بالشارع شوي مفروض تكون هيك تمام إعمال هون البرسبكتف لأاخدها للميلة الثانية بصير كأنه أخدت بنصف الشارع هتلاحظوا انه اختلفت على هيك شوي مكا أنتم معوادين بس هي بالحقيقة تشبه هالشي اوكي وفينا هو لا نعبيه بأي طريقة مخلومanı عنotros بعد نخلص حتى ارجع اعمل اشي هون يعني بنعب الفراغات متل ما مع وادين قبل. ويعني طريبا بنعب الصورة هيك. اه هاي دي طريقة اكيد اكيد مهمة. ومهمة لو حتى ما استعملتوها حتى استعملوها بعدين. يعني ما استعملتوها باشي قريبة. حتى استعملوها بعدين. وبتمنى تكون عم تستفيدوا بهال الدروس السريعة والاشيو هيك. مفيدة يعني كمانة. وما تنسى تدعموني بلايك سبسكرايب شير وما كان وشوفكم بحلقة جديدة.